أكد مستشار رئيس الفلسطيني مجدي الخالدي أن محمود عباس لن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي مايك بانز الذي يزور المنطقة منتصف ديسمبر الجاري وذلك رد على قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس أضف الخالدي في تصرحات صحفي أن الولايات المتحدة تخطط ما وصفه بالخطوط الحمراء بخارارها الأخير تأتي تصرحات المسؤول الفلسطيني متوافقة مع تصرحات سابقة لمسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية أكد فيها أن بانز ليس مرحبا به في العراضي الفلسطينية